فيما تبقى لدينا من دقائق قليلة سيدة طوخي نتحدث عن التوافق السياسي بين الأطراف الأطياف السياسية في البلاد يعني هو الرهان على هذا التوافق والإتلاف القادم هل فعلا هناك توافق في الرؤية لإخراج البلاد من هذه المرحلة الصعبة؟ نعم هناك الجميع هذه الأيام على رصيف واحد هناك التحدي الكبير التحدي المباشر فقط هو نزاهة الانتخابات الآن حاليا نزاهة الانتخابات القادمة بما أن هناك الانتخابات في البنغلديش هي تتهم منذ هناك سنوات بالتزوير لما أن هذه الحكومة هي موقعة فالتحدي الكبير بأن هذه الموقعة إلى متى هي ستكون باقية فهذا هو التحدي وكيف تكون هل هناك الانتخابات القادمة هي تكون عادلة أو هي تكون مزورة هذا هو فقط التحدي إلا هناك سواء هذا فهناك جميع هناك الأشخاص في بغلديش هم على رصيف واحد فمقصدهم هو هناك التطوير في التنمية وكذلك تمويل في الاقتصاد وكذلك في الأمن وكذلك العساكر وكذلك السراتيجية الداخلية السراتيجية الخارجية إلا أن هناك كما قلنا في العلاقات السابقة بعض الأشخاص الذين هم على وظائف وكذلك على مناصب كبيرة لأجل حسينة واجد حسينة واجد قد سببت هناك لتوظيف أشخاص بارزة في بغلديش هناك تحدي أمام محمد يونس سواء هناك هذا الحزب الواحد أو الأشخاص المنتمون لهذا الحزب أو كذلك جمعية طلاب المنتمية لهذا الحزب سواء هناك جميع أفراد بغلديش وكذلك جميع أحزاب بغلديش وكذلك العساكر هم على رصيف واحد فمقصدهم وبلغتهم هو تقديم بغلديش وكذلك إخراجها عن المآزق الاقتصادية نعم عن الزحزها الأمنية فهم على رصيف واحد نعم شكرا لك جزيلا الأكاديمي والبحث الإسلامي الأستاذ محمد إبراهيم الطوخي كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة شكرا لمتابعتكم مشاهدين ودبتم في رعاية الله اشتركوا في القناة